بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة التكاملات المسلسية من الشكل كوساين أس إن ضرب ساين أس إم بإيكس بدي إكس طبعا هنا يجب أن نلاحظة ما يلي الزوايا نفسها ساين إكس كوساين إكس الاختلاف فقط في القوة وحدة مرفوعة لقوة إن ووحدة مرفوعة إلى قوة أخرى ولتكون إم حيث الإن والإم أعداد صحيحة حيث الإم والإن أعداد صحيحة أميز الحالات التالية إذا كان إحداهما فردية إذا كان إحداهما سواء الإن أو الإم فردية ماذا أفعل في حالة الفردية؟ كما فعلنا سابقا في حالة الفردية نفلت واحدة من الفردية حتى تصبح زوجية ثم أستخدم علاقة الأصدقاء مع بعضهم للبعض حتى نحصل على تكامل شهير إذن مثال على ذلك أوجد تكامل لو طلعت هون هون تكعيب هون أس أربعة أي من هون الفردية؟ هذه هي فردية إذن أفعل ما يلي أفلت من الفردية واحدة ماذا أكتب؟ أكتب كوساين بدل هذه أكتبها على الشكل التالي كوساين تربية إكس ساين أس أربعة إكس ضرب كوساين إكس بدي إكس هذه اللي فلتها إذن كوساين تكعيب كتبت كوساين دربيع ضرب كوساين الآن من هنا هناك علاقة صدقة بين الكوسين تربيع والسين فإن الكوسين تربيع من هذه العلاقة تكتب على شكل واحد السين تربيع إكس بسين أربعة إكس بكوسين إكس بدي إكس الآن إذا فرطت أن اليو هي عبارة عن سين إكس فهذا يؤدي إلى أن سالب ديو هي عبارة عن كوسين إكس الديو هي عبارة عن كوسين إكس بدي إكس فلو جينا إلى هنا وعوضنا فحصلنا على 1 نائس يو تربيع بيو اس 4 بدي يو وهذا ما هو إلا يو اس 4 ضرب 1 هي يو اس 4 ويو تربيع ضرب يو اس 4 هي يو اس 6 بدي يو وهذا ما هو إلا يو اس 5 على 5 نائس يو اس 7 على 7 زائد ثابت التكامل نعيد اليو اليو هي ساين إذا ما أنت بطل معي ساين اس 5 على 5 نائس ساين اس 7 على 7 زائد ثابت التكامل وهذا ما حصلنا عليه هنا إذن هذه الطريقة نأخذ مثال آخر على هذه الحالة مثلا ساين اكس اس نص طبعا جزر هي اس نص كوساين اس اس للتكعيب طبعا ساين اكس كوساين اكس الزوايا نفسها الخلاف بالأس إن اس الساين هي نص والاس هذه هي تكعيب طبعا التكعيب هو عدد فردي فإذن ماذا أفعل أفلت واحد من التكعيب إذن هذا يكتب على الشكل التالي ساين اكس جزر ساين تكعيب تكتب كوساين تربيع ضرب كوساين اكس بدي اكس أيضا هنا الكوساين تربيع بس أنه نكتبه بدلال الصديق إذن ما هذا ساين اكس بواحد ما الساين تربيع اكس بكوساين اكس بدي اكس الآن إذا فرضنا اليو هي ساين هذا يؤدي الدي يو هي عبارة عن كوساين اكس بدي اكس فنحصل على هذا بالشكل التالي يو اس نصف هذا جزر الساين واحد ما اس يو تربيع بدي يو إذن وهذا هو يساوي الى يو اس نص ضرب واحد هي يو اس نص يو اس اتنين نص ضرب يو للتربيع هي يو اتنين زائد نص هي اتنين ونص يعني هي خمسة على اتنين والكل بدي يو الآن تكامل يو اس نص هي يو اس ثلاثة على اتنين تقسيم ثلاثة على اتنين نقلبه يو اس خمسة على اتنين تكاملة هي يو اس سبعة على اتنين تقسيم سبعة على اتنين يعني اتنين على سبعة زائد ثابت تكامل الآن نرجع يو اللي هي عبارة عن ساين إذن بدأ لي ساين بدأ لي ساين فنحصل على اتنين على ثلاثة ساين ثلاثة على اتنين سالب اتنين على سبعة ساين 7 على 2x زي السابت التكامل إذن هذه في حالة الان فردي إحداهما فردي إذن إذا كان إحداهما فردي إما الأس سين مرفوع للأس فردي أو الكوسين مرفوع عند إذن منفلة واحد من الفردي إذا كان الكلاهما زوجي ففي هذه الحالة لا مناصب من تعويض بدساتير ضعف الزاوي أي أنه السين تربيع هي نصف 1 ناس كوسين 2x والكوسين تربيع هي نصف واحد زائد كوسين 2x كمثال على ذلك لو أنه إحسب تكامل كوسين تربيع ضرب سين تربيع كلاهما زوجي عند إذن منستخدم دساتير ضعف الزاوي إذن هذا نصف واحد زائد كوسين 2x وهذا نصف واحد ناس كوسين 2x نصف ونصف تطلع نصف لبرة واحد زائد كوسين 2x واحد ناس كوسين طبعا مثل A ناس B بA زائد B إذا عندك كوسين نفسهم تماما الخلاف بيناتهم بالإشارة فهذه متطابقة شهيرة هي الأول للتربيع ناس الثاني للتربيع فإذن عندي هذا القوس ضرب هذا القوس اثنين هاتوا نفس القوسين يختلفان في الإشارة فالأول للتربيع يعني واحد للتربيع ناس الثاني للتربيع ناس كوسين تربيع الآن الكوسين تربيع تكتب أيضا بدلالة ضعف الزاوي حسب ما وجدنا سابقا إذن تكتب على شكل نصف واحد ناس واحد زائد كوسين ضعف الزاوي أربعة إكس وبرى مضروبة بإشارة سالب إذن هذا ما هو إلا هذا المقدار فلو عوضنا هنا لحصلنا على هذه العلاقة الآن نكامل طبعا قبل ما نكامل واحد سالب نصف واحد سالب نصف هي نصف وسالب نصف مضروبة في الثاني سالب نصف مضروبة في الثاني الآن بقي علينا تكامل النصف هي نصف إكس وبرى مضروبة في ربع نصف ضرب ربع هي ثمن إكس وهون cos 4x تكاملة هي sin 4x مقصومة على 4 لكن 1 على 4 ضرب 1 على 2 هي 1 على 8 ضرب 1 على 4 1 على 32 sin 4x تكامل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته